هذا هو الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الصفحة الثانية والسبعون بعد المائتين إنه الحديث الخامس والستون بعد المائة صفحة 272 رقم الحديث 165 بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال سألته عن رجب سألته عن رجب عن رجب الذي قلت لكم إنه رجب العلامات أبو بصير كان عارفا من أن العلامات تبدأ في شهر رجب ولذا أبو بصير يقول سألته سألته عن رجب العارفون بكلام أئمتنا يعرفون هذه المقاصد سألته عن رجب قال قال الإمام الصادق صلوات الله عليه ذلك شهر كانت كانت الجاهلية تعظمه وكانوا يسمونه الشهر الأصام لماذا تحدث إمامنا الصادق عن الجاهلية وعن تعظيم أهلها لهذا الشهر لأنه أراد أن يذكر تسميتهم لشهر رجب بالشهر الأصام تلك هي معارض كلامهم لماذا سمى العرب في الجاهلية شهر رجب بالشهر الأصام سمي بالشهر الأصام لأن الناس في الحقيقة لا تسمع قعقعة السلاح ففي شهر رجب كانت المعارك والحروب فيما بين القبائل العربية تتوقف فهو من الأشهر الحرم فسمي بالشهر الأصام لأن الناس لا تسمع صراخ المقاتلين ولا تسمع استغاثات النساء حينما تسبى من قبل أعداء قبيلتهم ليس هناك من حرب ليس هناك من قعقعة سلاح ليس هناك من طعن وضرب من هنا سمي شهر رجب بالشهر الأصام قد يقول قائل ما معنى هذا الأصام هو الذي لا يسمع فما علاقة الشهر رجب أن يوصف بالأصام هذا اللون من التعبير في لغة العرب مثلما نصف النهر بأنه جاري والذي يجري هو الماء الذي لا يسمع قعقعة السلاح هو الإنسان ولكنه يعيش في الزمان فانتقل الوصف من الإنسان إلى الزمان مثلما انتقل الوصف من الماء إلى النهر الماء هو الذي يجري ولكننا نقول من أن النهر هو الذي يجري الذي لا يسمع قعقعة السلاح هو الإنسان ولكنه أين يعيش أين يتحرك إنه يتحرك في مجرى الزمان مثلما يتحرك الماء في مجرى النهر لماذا تحدث إمامنا الصادق عن هذه الجهة الإمام يوجه الشيعة إلى أن شهر رجب ليس فيه من قتال بالنسبة إليكم وإنما عليكم أن تستعدوا وإذا كنتم قادرين أن تقبل إلينا فعجلوا ستأتينا الروايات فعجلوا إلينا أبو بصير يقول سألت الإمام الصادق عن رجب قال ذلك شهر كانت الجاهلية تعظمه وكانوا يسمونه الشهر الأصم قلت شعبان شعبان الذي يأتي بعد شهر رجب بعد رجب العلامات نحن نتحدث عن أيام العلامات قلت شعبان قال تشعبت فيه الأمور لماذا في شهر رجب سيخرج السفياني في الأيام الأولى من شهر رجب وسيكون السفياني علامة واضحة على الأقل للشيعة المهتمين بأمر إمام زمانهم لأنه سيخرج في ظرف حدثتنا الروايات عن تفاصيل ذلك الظرف سأحدثكم عنه سأحدثكم عنه لكن استبروا علي حتى استطيع أن أوضح لكم المسائل بشكل جلي وبين حتى لا تلتبس عليكم الأمور حينما يخرج السفياني في رجب فإن اليمانية سيخرج أيضا والخراسانية كذلك الأحداث تترى تتوالى وهناك من الوقائع الكونية ستقع في شهر رجب لا أريد أن أخوض فيها هناك وقائع كونية ستقع في شهر رجب الأئمة قالوا لنا إذا أردتم نقطة دالة إنه السفياني النقطة الدالة التي بإمكاننا أن نستدل عليها من دون الخوض في التفاصيل والأمور التجزئية في شعبان سيحدث خبط وخلط بين الشيعة بين الناس عموما في منطقة الشرق الأوسط لكنني أتحدث عن الشيعة أتحدث عن حالنا الباقون هم يهتمون بأمورهم أنا أتحدث عن حالنا أتحدث عن حال الذين يهتمون بأمر إمام زمانه وعن حال الذين يقولون نحن شيعة نحن شيعة للحجة بن الحسني صلوات الله وسلامه عليه في شهر شعبان ليس هناك من علامة تشكل نقطة دالة لكن طرابا وهسعا في الواقع الشيعي هل ينتظرون ظهور الإمام ولا يحركون ساكنا هل هذه العلائم هي العلائم الحقيقية هل سنغادر بيوتنا خوفا من السفياني هل سنذهب باتجاه اليماني إلى اليمن أم أننا سننتظر قدومه إلى العراق هل سنذهب إلى إيران إلى الخراساني أم أننا سننتظر قدوم الخراساني إلى العراق ماذا سنفعل بواقعنا في العراق أو في غير العراق أتحدث عن الشيعة عن الشيعة المهتمين لأمر إمام زمانهم أو الشيعة الذين يقولون نحن شيعة لقائم آل محمد صلوات الله عليه هل سنكون في معسكر الخراساني هل سننتظر قدوم اليماني هل سنخرج من المدن التي حدثتنا الروايات عنها من أن السفيانية سيهاجمها وستكون فيها مذابح مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه شعبان تشعبت فيه الأمور الذين يعيشون في بلاد الغرب مثلا في البلدان البعيدة عن منطقة الشرق الأوسط هل يفكرون في السفر إلى هناك أساسا هل يستطيعون السفر نحن عايشنا تجربة الكورونا وفي أيام الكورونا لم يكن باستطاعة جميع الناس أن يسافر إلا ضمن ضوابط يمكن أن تكون هناك أحداث ووقائع وظروف تمنع الناس من السفر هذا هو شعبان سألته عن رجب أبو بصير يقول سألت الإمام الصادق عن رجب قال ذلك شهر كانت الجاهلية تعظمه وكان يسمونه الشهر الأصم قلت شعبان قال تشعبت فيه الأمور قلت رمضان قال شهر الله تعالى وفيه ينادى باسم صاحبكم تلاحظون من أن سؤال أبي بصير عن رجب وعن شعبان سؤال عن الأشهر التي هي أشهر العلامات قلت رمضان قال شهر الله تعالى وفيه ينادى باسم صاحبكم واسم أبي إنها الصيحة في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان من شهر رمضان عند الفجر عند فجر ليلة القدر قال شهر الله تعالى وفيه ينادى باسم صاحبكم واسم أبي قلت شوال قال قال فيه يشول أمر القوم ما المراد من القوم العباسيون الذين يحكمون العراق في بغداد والكوفة في بغداد والنجف لماذا لأن أبا بصير عراقي كوفي من أهل الكوفة ولأن الحديث عن شهر رجب إنه شهر السفياني والسفياني يظهر في الشام ويقبل إلى العراق إن كان بنفسه أو أنه يرسل قادة من قادته واليماني كذلك سيقبل إلى العراق والقراساني كذلك فمركز الحديث العراق قلت فشوال قال فيه يشول أمر القوم يشول ينقبض يكون ضعيفا يتلاشى شيئا فشيئا لن يسقط الحكم العباسي حتى يسقطه السفياني والقراساني السفياني من جهة والقراساني من جهة أخرى وهذا يدل على أن الحكم العباسية سيكون منقسما فيه أناس سيحاربهم الخراساني وفيه أناس سيحاربهم السفياني وهذا هو الذي نشاهده في الحكم العباسي المعاصر في العراق إنهم مجموعات واتجاهات مجموعات في جهة إيران ومجموعات في جهات أخرى قطعا الإيرانيون سيسقطون الجهات التي لن تكون مؤيدة لهم وسفياني سيسقط الجهات التي ستكون مؤيدة للإيراني هذا هو الذي سيجري الروايات هكذا حدثتنا من أن الحكم العباسية سيكون ضعيفا وضعيفا جدا بسبب الإختلافات فيما بينه لكنه يبقى موجودا حتى يدخل السفياني إلى العراق من جهة الشام ويدخل الخراساني إلى العراق من جهة إيران وكلاهما الخراساني والسفياني سيسقطان الحكم العباسي كيف يكون ذلك الخراساني عدو للسفياني والسفياني عدو للخراساني يكون ذلك كما حدثتكم السفياني سيسقط الجهة التي تكون مؤيدة للإيرانيين والخراساني والخراساني سيسقط الجهة التي لا تكون مؤيدة له قد تكون مؤيدة للسفياني أو أنها مؤيدة لجهات أخرى في شهر شوال يشول أمر القوم سيكون ضعيفا قلت فشوال قال فيه يشول أمر القوم يمكن أن يقول قائل من أن المراد من القوم هنا هم حكام السعودية حكام الحجاز باعتبار أن الكلام سينتقل إلى مقتل النفس الزكية في مكة نتسلسل مع الحديث السياق يقول من أن الإمام يتحدث عن الحكم العباسي بحكم ما قبل هذه الجملة من كلام مر علينا قلت فشوال قال فيه يشول أمر القوم ينحسر يتلاشى شيئا فشيئا والسبب في ذلك الاختلافات فيما بينهم فيما بين حكام بن العباس قلت فذو القعدة قال يقعدون فيه إنها فترة هدنة مؤقتة ما هي بهدنة رسمية وإنما ينصرفون كما يبدو من بعض الأحاديث لجمع لجمع الميرة لجمع وتخزين الأطعمة الأسلحة المواد التي يحتاجونها بالنسبة للحكومات وبالنسبة للقبائل لعامة الناس يميرون ما يميرون من الميرة لأنفسهم قلت فذو القعدة قال يقعدون فيه قلت فذو الحجة قال ذلك شهر الدم الإمام يشير إلى مقتل النفس الزكية ما بين الركن والمقام وهو رسول يبعثه صاحب الأمر إلى أهل مكة قلت فالمحرم إنه الشهر الذي سيظهر فيه الإمام قلت فالمحرم قال يحرم فيه الحلال ويحل فيه الحرام ما المراد من هذا يحرم فيه الحلال ويحل فيه الحرام إنه البرنامج الجديد إنه المثال المستأنث إنه التغيير الهائل العظيم الإمام هنا لا يتحدث عن حلال وعن حرام في دائرة فتوائية ضيقة الإمام يتحدث عن تغيير هائل بالنسبة للمتشرعة والمتدينين حينما يقال لهم من أن الحرام سيحلل ومن أن الحلال سيحرم هذا يعني أن التغيير سيكون تغييرا عظيما هائلا في جميع الاتجاهات قلت فالمحرم قال يحرم فيه الحلال ويحل فيه الحرام قلت صفر وربيع قال فيها خزي فضيع ما الذي سيجري في شهر صفر وفي شهر ربيع الذي سيجري أن تنكشف عورات الواقع الشيعي الروايات مرت علينا من أن الإمام سيبدأ بكذابي الشيعة قطعا هو لا يتحدث عن الأطباء عن المهندسين عن أساتذة الجامعات عن العمال الذين يشتغلون بالأجرة اليومية عن أصحاب المطاعم ومحلات بيع الفواكه هو لا يتحدث حينما يتحدث الإمام المعصوم من أن صاحب الأمر سيبدأ بكذابي الشيعة كذاب الشيعة زعماؤهم الدينيون وزعماؤهم السياسيون هذه القضية بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله صنفان من أمتي إذا صلح صلحت الأمة وإذا فسد فسدت الأمة إنهم العلماء هو الأمر فالكذابون هؤلاء قادة الأحزاب الشيعية الدينية السياسية القطبية هؤلاء هم الكذابون مراجع النجف وكربلا هؤلاء هم الكذابون الذين مر علينا وصفهم في حديث إمامنا الصادق في رواية التخليد من أنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ويضيفون إلى هذا البعض أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا هؤلاء هم كذابوا أشيعة مراجع التخليد زمان الغيبة الكبرى إنهم مراجع النجف وكربلا هؤلاء هم كذابوا أشيعة ودجال أشيعة قلت صفر وربيع قال فيها خزي فضيع وأمر عظيم قلت جماد قال فيها الفتح من أولها إلى آخرها لأن الإمام سيقضي على بترية النجف على مراجع النجف على مراجع النجف وكربلا على هؤلاء السفلة اللعناء من المرجئة والبترية والمقصرة من الذين يضحكون على الشيعة وعبر التأريخ يضحكون على الشيعة وإلى يومنا هذا وإلى يوم مجيء إمام زماننا إلى العراق صلوات الله وسلامه عليه قلت جماد قال فيها الفتح من أولها إلى آخرها أعيد قراءة الرواية عليكم عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه سألته عن رجب قال ذلك شهر كانت الجاهلية تعظمه وكان يسمونه الشهر الأصم قلت شعبان قال تشعبت فيه الأمور قلت رمضان قال شهر الله تعالى وفيه ينادى باسم صاحبكم واسم أبي قلت فشوال قال فيه يشول أمر القوم قلت فذو القعدة قال يقعدون فيه قلت فذو الحج قال ذلك شهر الدم قلت فالمحرم قال يحرم فيه الحلال ويحل فيه الحرام أو ويحل فيه الحرام قلت صفر وربيع قال فيها خزي فضيع وأمر عظيم قلت جماد قال فيها الفتح من أولها إلى آخرها نذهب إلى فاصل عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني جعلت في ذاك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه فقط طال فقال يا مهزم كذب الوقات وهلك المستعجلون ونجى المسلمون وإلينا يصيرون عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب فلسنا نوقت لأحد وقت هذا هو الجزء الثامن من من الكهف الشريف وطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان صفحة مئتين وعشرة رقم الحديث ثلاثمية وواحد وثمانين بسنده عن عيص بن القاسم عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه الرواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة وأنا أقرأ عليكم من صفحة مئتين ودعش إمامنا الصادق هكذا يقول إذا كان رجب إنه يتحدث عن رجب العلامات تلاحظون مدى اهتمام الأئمة واهتمام أصحابهم هل نحن مهتمون بنفس مستوى هذا الاهتمام إذا كان رجب إنها علامة إنه رمز يعرفه أصحاب الأئمة فعينما يذكر رجب إنه رجب العلامات إذا كان رجب فأقبل على اسم الله عز وجل أقبل إلينا أقبل إلينا إلى أين أقبل إلينا إلى اليماني إلى الراية الأهدا أو إلى الخراساني على الأقل إلى الراية المهتدية إذا كان رجب فأقبل على اسم الله عز وجل لأن اليمانية سيكون ظاهرا في شهر رجب في الوقت نفسه الذي سيظهر فيه السفياني في أول أسبوع من شهر رجب فإن اليمانية سيكون ظاهرا أيضا في الوقت نفسه في اليمن وسيقبل مسرعا إلى العراق إذا كان رجب فأقبل على اسم الله عز وجل وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير شعبان ليس فيه من أحداث مثل ما قلت لكم قبل قليل وليس فيه من علامات يمكن أن تكون نقاطا دالة كالعلامات والنقاط الدالة التي ستتحقق في شهر رجب إنما شعبان ستتشعب فيه الأمور مثل ما شرحت لكم قبل قليل وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى أن يكون أقوى استعدادا لنصرة إمام زمانكم أن تنتفعوا من وقتكم في شهر شعبان وفي شهر رمضان لتصفية بواطنكم هذا هو المراد فلعل ذلك أن يكون أقوى ثم ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه وكفاكم بالسفياني علامة هذه النقطة الدالة حينما قلت لكم من أنني لن أحدثكم عن الوقائع الكونية وعن الأحداث العالمية التي ستقع في شهر رجب لأنها قد لا تكون واضحة للجميع هناك نقطة دالة علينا أن نركز عليها النقطة الدالة السفياني وصاحباه وفي الحقيقة صاحباه عدواه وصاحبه قد يكون صديقا وقد يكون عدوا السفياني وصاحباه إنهم السفياني اليماني اليماني الخراساني ما هم جميعا سيكونون موجودين في وقت واحد لكن العلامة الأوضح إنه السفياني لماذا علامة السفياني واضحة جدا لأن الأوضاع في سوريا ستكون سيئة للغاية وسيكون الانقسام شديدا والفتنة في غاية ما يمكن أن تكون هناك حكومة في دمشق ستكون موجودة وهناك قادة معارضون لتلك الحكومة هناك شخصية بارزة ستكون واضحة في الإعلام وهذه الشخصية ستكون موجودة في سوريا حكومة في دمشق معارضة قوية في سوريا وفي ظل هذه الأوضاع سيخرج السفياني وسيستطيع أن يقضي على الجميع وأن يوحد البلاد وأن يفرض سلطته في وقت سريع وسينتقل الحكم الذي في دمشق إلى حكم سفياني أموي سيكون مناقضا للحكم الذي قبله لأنه لم يكن حكما سفيانيا أمويا هذا واضح في الروايات لأنهم أنصار السفياني يقولون له قم واسترجع حكم آبائك وأجدادك هذا يعني أن الحكم في دمشق لم يكن أمويا لم يكن سفيانيا وإنما هو الذي سيسترجع حكم آبائه وأجداده هكذا يقولون له وعلى هذا الأساس ستكون حركته القضية واضحة الحكم الموجود في دمشق ما هو بحكم أموي ولا سفيانيا والسفياني سيقضي على هذا الحكم وسيقضي على المعارضة أيضا وسيفرض سلطته على البلاد وسيوحد البلاد وفي وقت سريع جدا وسيعلن بيانه بيان الانتصار من المسجد الأموي من مسجد آبائه وأجداده من هناك السفياني علامة واضحة جدا لا حاجة لبقية التفاصيل كمواصفات وجهه كمواصفات بدنه إلى بقية التفاصيل الصغيرة التي قد لا تكون واضحة في وقتها للجميع لكن الأحداث بهذا التفصيل الذي بيانته لكم ستكون معلومة عند الجميع تتناقلها وسائل الإعلام في جميع الاتجاهات فإذا ما ظهر السفياني وتأكدنا من ذلك فإن اليمانية سيكون من السهل أن نشخصه وهكذا الخراساني ولذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وكفاكم بالسفياني علامة كفاكم علامة إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز وجل فأقبلوا إلى اليمن اليماني هناك أو إلى إيران فالخراساني هناك إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز وجل وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير لأن اليمانية سيكون مقبلا إلى العراق وهكذا الخراساني وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى أن يكون أقوى من جهة استعدادكم للكون في معسكر اليماني بالدرجة الأولى أو في معسكر الخراساني بالدرجة الثانية وكفاكم بالسفياني علامة أعتقد أن صورة صارت واضحة لديكم أقرأ عليكم ما جاء في غيبة النعماني هذه طبعة طبعة أنوار الهدى قموا المقدسة الطبعة الأولى والنعماني شيخنا ابن أبي زينب رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 360 للهجرة صفحة 271 الحديث الرابع والعشرون بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان مر علينا في البرامج السابقة وفي البرنامج هذا مر علينا ما جاء مرويا عن أمير المؤمن وما جاء مرويا عن إمام السجاد صلوات الله عليهم من أن الناس ستسير من الأفاق إلى قبر الحسين متى عند زوال ملك بني مروان هذه الرواية سأعود إليها فيما يأتي من حلقات هذا البرنامج لكن هذا مر علينا من أن الناس ستسير إلى قبر الحسين من الأفاق متى سيكون ذلك عند زوال ملك بني مروان من يأتي بعدهم العباسيون الحديث عن زوال ملك بني مروان في العراق إنه ملك بني مروان في آخر الزمان وإلا فملكهم كان في الشام وليس في العراق ملكهم الأول ملكهم الثاني في العراق في بغداد إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان إنهم حكام العراق الحاليون القرائم واضحة واضحة جدا وحكام العراق الحاليون الحقيقيون في النجا إنه السيستاني العباسي وإنهم حكومة المنطقة الخضراء العباسي التي حاكمها الحقيقي هو الحاكم العباسي في النجا إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان الذي يصعد على أعواد المنابر ما هم زعماء الأحزاب إنهم أصحاب العماء إنهم رجال الدين إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج أو أدرج أدرج ملك بن العباس أو أدرج ملك بن العباس أدرج أي تحرك ولكنه تحرك بطريقة يطوي نفسه شيئا فشيئا مثل ما يقال من أن هذا الأمر قد ولد وهو يحمل في الوقت نفسه سبب القضاء عليه فهذا الحكم ولد وهو يحمل في داخله سبب القضاء عليه فساده فساده الديني فساده الأخلاقي فساده المالي فساده الإداري وشر ما فيه الفساد العقائدي الذي يأتي من النجف من المرجعية العليا من هناك يأتي الفساد العقائدي كالفساد العقائدي عند بن العباس بن العباس عقائدهم فاسدة دينهم فاسد أخلاقهم فاسدة وكانت الدولة العباسية يشيع فيها الفساد المالي والفساد الأخلاقي والفساد الإداري بكل مراتبه إذا صعد العباسي أعواد من بري مروان أدرج ملك بن العباس أدرج ملكهم أي أنه بدأ يتحرك إلى الأمام ولكن في الوقت نفسه هو يطوي نفسه بنفسه أدرج الشيء طواه وأدرجت الأمر في دفتري في كتاب أي جعلته ضمن دفتري وضمن كتاب فكان كتاب ينطوي على ذلك الأمر ويقال من أن فلانا أدرج ثيابه أي طواها طوا ثيابه إذا صعد العباسي أعواد من بري مروان أدرج ملك بن العباس وقال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لي أبي يعني الباقرة صلوات الله وسلامه عليه لابد لنار من أذر بيجان لا يقوم لها شيء هذه النار إما أن تكون حربا والمراد من أذر بيجان إنها البلاد التي تجاور إيران من جهة روسيا هذه بلاد أذر بيجان الحديث ليس عن دولة بعينها هناك دولة يقال لها أذر بيجان هي جزء من هذا العنوان هذه الدولة وما جاورها البلاد التي تجاور إيران من جهة روسيا هذه هي أذر بيجان لابد لنار من أذر بيجان لا يقوم لها شيء هذه النار إما أن تكون نار حرب وإما أن تكون علامة كونية لكن المعنى الأول هو الأوفق وهو الذي يأتي مناسبا مع سائر الروايات والأحاديث الأخرى ويأتي مناسبا لواقع هذه المنطقة إن كان ما يرتبط بماضيها أو ما يرتبط بحاضرها أو ما يمكن أن يتوقع لمستقبلها فهذه المنطقة منطقة ملتهبة في الماضي وفي الحاضر وسيبقى التهابها شديدا في مستقبل الأيام أيضا المعطيات والوقائع هي التي تخبرنا عن ذلك لابد لنار من أذر بيجان لا يقوم لها شيء لشدتها ولقوتها واستمرارها فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم قد تكون قد تكون حربا نووية حينما يكون الوصف هكذا لا بد لنار من أذر بيجان لا يقوم لها شيء فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم التصقوا ببيوتكم أتعلمون ما المراد من الأحلاس بالدقة بالدقة ما يوضع تحت البساط الذي يفرش على الأرض البساط يفرش على الأرض ما يوضع تحته من فرش تحت البساط هذه الأفرشة هي التي يقال لها الأحلاس ما يوضع كذلك تحت سروج الخيل ما يوضع تحت براذع الحمير البرذعة هي بمثابة السرج للحمار السرج يوضع على ظهر الفرس والبرذعة والبردعة يقال بردعة ويقال برذعة والأشهر البرذعة بمثابة السرج للحمار ما يوضع تحت البرذعة ما يوضع تحت السرج ما يوضع تحت البساط تحت البسط التي تفرش على الأرض هذه هي الأحلاس فكونوا أحلاس بيوتكم حتى وأنتم في بيوتكم حاولوا أن تختفوا وأنتم في بيوتكم وألبد ما ألبدنا فإذا تحرك متحركنا متحركهم بالدرجة الأولى اليماني من اليمن وبالدرجة الثانية الخراساني من إيران فكونوا أحلاس بيوتكم وألبد ما ألبدنا فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد قال إمامنا الصادق وويل للعرب من شر قد اقترب من شر في نظرهم العرب يجدون صاحب العمر شرا ما هو هذا حال العربي منذ يوم سقيفة بني ساعد من خيبة إلى خيبة ومن فشل إلى فشل نذهب إلى فصل أقرأ الرواية بكاملها عليكم عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس وقال صلوات الله عليه إمامنا الصادق قال لي أبي يعني الباقرة صلوات وسلام عليه لابد لنار من أذر بيجان لا يقوم لها شيء فإذا فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم وألبد ما ألبدنا فإذا تحرك متحركنا اليماني الخراساني وقد يراد منه الإمام صلوات الله وسلامه عليه لكننا إذا جمعنا الرواية هذه مع الروايات الأخرى فإن المتحرك هنا اليماني أولا الخراساني ثانيا فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا والله لكأني أنظر إليه أنظر إلى الإمام هنا الرواية نقلت الحديث إلى الإمام المعصوم إلى الحجة بن الحسن والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد قال صلوات الله وسلامه عليه وويل للعرب من شر قد اقترب من غيبة النعماني أعود إلى الجزء الثامن من الكهف الشريف الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 211 رقم الحديث 383 بسنده عن سدير إنه سدير الصيرفي قال قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا سدير يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه وسكن ما سكن الليل والنهار وسكن ما سكن الليل والنهار هذا التعبير هذا التعبير في معارض كلامهم يشيرون بسكون الليل والنهار يشيرون إلى الوقت الذي لا تكون فيه الصيحة فإذا كانت الصيحة فليس هناك من حالة سكون في الليل والنهار وسكن ما سكن الليل والنهار وسكن ما دامت الصيحة لم تعلن يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه وسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن السفيانية قد خرج فارحل إلينا إلى أي جهة إما إلى اليمن وإما إلى إيران فارحل إلينا وإما أن تنتظر في العراق إن كنت عراقيا أو أن تتوجه إلى العراق إن لم تكن عراقيا لأن اليمانية سيتحرك باتجاه العراق ولأن الخراسانية سيتحرك باتجاه العراق أيضا يا سدير إلزم بيتك وسدير هذا عراقي أيضا كوفي يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن السفيانية قد خرج خرج في الشام في أوائل شهر رجب في رجب العلامات فإذا بلغك أن السفيانية قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك فارحل إلينا ولو على رجلك قطعا هذه الروايات ناظرة إلى الأشخاص باختلاف ظروفهم فلربما يقصد في الرواية هذه يقصد منها ما يرتبط بأحوال الشيعي الذي يتوقع أن السفر قد يمنع وإلا فإن الرواية مرت علينا قبل قليل وفي الكافي الشريف وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى هذا حال الذين يستطيعون أن يتواصلوا مع اليماني مع الخراساني من دون معوقات كالذين يعيشون في العراق مثلا وينتظرون قدوم اليماني وقدوم الخراساني لكن الذين يعيشون في بلاد بعيدة وربما بعدما تتأكد الأحداث ويتحدث الإعلام تقوم الدول بإغلاق حدودها وبإغلاق مطاراتها يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن السفيانية قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك ألا تتذكرون أيام الحرب على صدام لإخراجه من الكويت العراقيون في البلاد الغربية في البلاد التي شنت الحرب على صدام العراقيون في بريطانيا مثلا أو في البلدان الأخرى وضعوا تحت المراقبة وطلب من بعضهم أن لا يسافروا وكان لهم وضع خاص إبان حرب الكويت الذين يتذكرون الأحداث ستعود بهم ذاكرتهم إلى تلك التفاصيل يمكن لهذه الأمور أن تتكرر في أي زمان وفي أي مكان بغض النظر عن الموضوع الذي أتحدث عنه احتمالات هذه قائمة يمكن أن تكون في كل زمان وفي كل مكان يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن السفيانية قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك أيضا في الكهف الشريف في الجزء الثامن صفحة مئتين واتساطعش رقم الحديث أربعمية واثنعاش بسنده عن الفضل الكاتب قال كنت عند أبي عبد الله عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فأتاه كتاب أبي مسلم إنه أبو مسلم الخراساني حكاية لها تفصيل ليست موردا للتوغل فيها أذهب إلى موطن الحاجة من الرواية الشريفة قلت من الذي يقول الفضل الكاتب يقول لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قلت فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت في ذاك ما هي علامة الفرج ما هي علامة تحركنا لنصرتكم قلت فما العلامة لا تبرح الأرض يا فضل كن ثابتا في مكانك حتى يترح حيث هو فأُنْ يقول إذا كنت فأُن أجُد يخبر قبل قليل وأنا أميز لكم فيما بين ما عنونته بالعلامات وما عنونته بالإرهاصات أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم الفضل الكاتب يقول لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت في ذاك أعطني علامة قال لا تبرح الأرض يا فضل كن حلسا من الأحلاس لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا فأجيبوا إلينا فأجيبوا إلينا وهو من المحتوم مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وكفاكم بالسفياني علامة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر